اختتمت المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب على قناة CNN من ستوديو بدون جمهور حيث شاهدت تناول المرشحين الرئاسيين نقاط عدة تعلقت بسياسات الأمريكية الداخلية والخارجية وتنوعت المواضيع المطروحة بين الاقتصاد وملفات الهجرة والإجهاد وصولا إلى الحرب في أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفي وقت اعتبر مراقبون أن بايدن والحزب الديمقراطي خرجا خاسرين من المناظرة إلا أن المواقف من قضايا الشرق العوسط لم تبدو متباينة تماما رغم التنافر بينهما في القضايا الأخرى مشاهدينا وجد الترحيب بضيفي هنا في الستوديو سيد محمد أمين الكاتب الإعلامي الفلسطيني كما وجد الترحيب بضيفي من رام الله دكتور عمر رحال أستاذ العلوم السياسية دكتور عمر رحال لو بدأت معك كيف تابعت هذه المناظرة بين ترامب وبايدن من حيث الشكل والمضمون وبالمناسبة ربما هي المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي يتم فيها طرح قضايا خارجية في المنافسة على انتخابات الرئاسة يعني كما تعلم ويعلم الجميع دائما يعني الموضوعات الداخلية هي التي تأخذ يعني الحيز الأكبر موضوعات الصحة التعليم القضايا الاجتماعية والعدالة الاجتماعية هي يعني ذات الاهتمام للمرشحين في العادة لكن موضوعة السياسة الخارجية وإن لم تكن ذات اهتمام يعني كبير بالنسبة للناخب الأمريكي وليست يعني ذات جدوى بالنسبة له وينظر الناخب الأمريكي لموضوعة الصحة لموضوعة التعليم لموضوع التأمين لهذه الموضوعات لكن يعني أمريكا الدولة الأولى والأكبر في العالم والتي لها أيضا علاقات دبلوماسية واستراتيجية وقواعدها منتشرة ومناطق نفوذ عدة في العالم بالنسبة للأمريكيان بطبيعة الحال الموضوع الخارجي والسياسة الخارجية يجب أن تكون حاضرة هناك الصين هناك روسيا هناك فلسطين هناك الشرق الأوسط ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هذه القضايا بمعزل عن الموضوع الخارجي موضوع الخارجي هذه المرة يعني مختلف لأعتقد بسبب ثلاث قضايا أساسية أولا موضوع الشرق وأقصد هنا الصين وروسيا موضوع أوكرانيا طبعا ويعني العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هذه القضايا لا يمكن لأي من المرشحين المرشحين عفوان أن يعني لا يتحدث أو أن لا يأتي على ذكرها أو أن لا يكون لديه موقف لأنه أنا أعتقد جازما أن الجالية العربية والإسلامية بما فيها الفلسطينية هذه المرة سيكون لها تأثير وسيكون صوتها مسموع وله وزن في الانتخابات الأمريكية نحن بطبيعة الحال لا نقول بأننا لا ننتخب جو بايدن في المقابل نحن يعني لا ننظر إلى ترام يعني هم بالنسبة لنا كفلسطينيين كمل عملة لا أحد أفضل أفضل من الثاني هذه المشكلة هذه المشكلة سأعود إليك دكتور عمر سيد محمد أمين يبدو المشهد اليوم وكأنه نحن أمام أو الناس أمام خيارين أحلاهما مروا كلاهما شر مطلق وهذا مشكلة بالنسبة للناخب الأمريكي وخاصة الذي يهتم بما يجري في قطاع غزة وواضح أن الرأي العام الأمريكي في توجه كبير نحو رفض هذا العدوان على قطاع غزة وبالتالي ما هو الخيار أمام الناخب اليوم أمام هذين الخيارين السيئين؟ الحقيقة أم بالفعل فيما يتعلق رغم هناك تباين في السياسات الداخلية وفي قضايا الضرائب وفي قضايا تأمين الصحي وفي قضايا البطالة لكن الحقيقة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وتحديدا في موضوعة فلسطين وقطاع غزة لا يوجد اختلاف نهائيا بين بايدن وبين ترامب والسؤال هو كيف أو ما الخيار الموجود هذا يجيب تجيب عليه الناخب الأمريكي نفسه والجالية العربية والمسلمة هناك لكن أنا برأيي بالضرورة لا يجب التصويت لبايدن الذي دعم حرب الإبادة على مدار ثمان شهور بايدن الذي قدم كل العتاد والسلاح والدعم والغطاء لإسرائيل بايدن الذي حضر هو وزير خارجية مجلس الحرب نحن شاهدنا هذا على مدار ثمان شهور ولكن سيد محمد بالمقابل ترامب يوم أمس قال لبايدن أنت فلسطيني فاشل ويجب أن لا تمنع إسرائيل من إكمال مهمتها فلا أريد أن ندافع عن ترامب لك أيضا ترامب في بداية الحرب قال أن إسرائيل يعني فشلت وهم أخفقوا وهم يعني فشلت ولم يستطيعوا مواجهة أو التنبؤ بسبعة أكتوبر هذا رجل متقلب لكنه رجل اقتصاد ومال وصفقات وبالتالي كلامه الآن هو الضمن للحملة الانتخابية لكن لا نستطيع أن نحكم على أداءه السياسي إلا إذا كان هو الذي يعني يدير لتحد الأمريكية أثناء الحرب أنا لا أروج لا ترامب ولا لبايدن ترامب هو عرّب صفقة القرن وهو أول من أتى في دورته الأولى مباشرة طرح من شروع تصفل قضية الفلسطينية لكن نتحدث اليوم عن حرب قائمة ورئيس ولاية التحد الأمريكية حالي وإدارته المتصاهينة لدرجة أن قلتك أن هذه الحرب منذ اليوم الأول هي حرب أمريكية قادتها الإدارة الأمريكية وحضر بايدن وبلينكين الذي قال عن نفسه بأنه جاء ليس كوزير خارجية إلى إسرائيل وإنما جاء إليها كشخص يهودي هو قال ذلك إذن هذه الإدارة هي شريك وعرّاب ومسؤول عن قتل أربعين ألف من أبناء شعبي من أبناء الشعب الفلسطيني وخرابت مئة ألف جريح وأربعين وعشر ألاف تحت الأنقاض إذن هذا مجرم حرب بايدن هو وكل إدارته لا أريد أن أراه في المناظرات التلفزيونية أريد أن أراه في محكمة العدل الدولية لأن هذا الرصاص المصبوب على قطاع غزة هذا الرصاص الأمريكي والقذائف أمريكية والأسلحة أمريكية هو يقتل الشعب الفلسطيني منذ ثمانية شهور وهو يساند هذا الاحتلال وهو يدير هذه الحرب إذن أنا كاف فلسطيني أقول لك أن الاثنان مجرمان ولكني أرى الآن أن بايدن هو المسؤول عن هذه الحرب والتي يديرها فيما يتعلق بمسألة الخيارات أمام الجري هذه مسألة يحتكم إليها أبناء الجالية العربية والمسلمة في أمريكا لكن فيما يتعلق في ترامب بالمحصلة هذا ترامب جربه العرب والمسلمين إلا أنه يمكن الوصول معاه إلى صفقات إذا ما صح التعبير وللأسف لسوء الحظ نحن لا يمكن أن نختار بين الاثنين الاثنين وجهان العملة واحدة وبالتالي حقيقة لا يوجد إجابة على سؤالك أيهما أفضل لكن زياد فقط في موضوع أمريكا يعني حقيقة من ينظر إلى أمريكا هذه حال دولة كبرى فيها رئيسين يعني كارثتين يتنافسان على منصب رئيس والتحدة الأمريكية والاثنان كبار في السن طعنين في السن وهذا هل والتحدة الأمريكية عاجزت عن ترشيح إلا ترامب وبايدن؟ حقيقة هذا مؤشر على الحال التي فيه أنا هذا بالضبط ما أردت أن أسأل دكتور عمر رحال به دكتور عمر يعني نحن أمامه كما يرى بعض المراقبين نحن أمام إمبراطورية شاخت وشارفت على الأفول والدليل على ذلك أنه مرشحين للرئاسة كلاهما طاعن في السن ولم تجد الولايات المتحدة أفضل منهما لتقدمه للرئاسة وفي ظل العجز وهذا التخبط الدولي الذي ينم عن عجز الدولة الأولى كما ذكرت أنت قبل قليل الدولة الأولى والأقوى في العالم ولكن اليوم هل أمام هذا المشهد هل تعتقد أنه الولايات المتحدة ما زالت تمتلك التسعة وتسعين ورقة من أوراق اللعبة في العالم كما ذكر الرئيس الأسبق المصري أنور السادات أم أنه بات هناك لاعبون جدد وبدأت الولايات المتحدة بالأفول لا يعني الرئيس المصري أنور السادات عندما استخدم هذا المصطلح استخدم من أجل أن يبرل لذاته أن يستدير نحو الغرب بطبيعة الحال ويعني هذا بسبب زيارات كيسنجر وتطميحه ويعني كما يقال التسيلات التي قدمت من أجل أن نذهب أيضا إلى حرب تحريكية نزلنا نقطف ثمارها السلبية حتى اللحظة حتى على قضيتنا الوطنية على كل الأحوال نحن أيضا في كثير من الأحيان نتساءل بأن هذه الإمبراطورية الكبيرة والكبيرة جدا والدولة الأولى بالعالم والتي لديها هذا الحضور وهذه الإمكانيات بأنه ألم يكون هناك أناس أفضل أنا يعني مسألتين لا أشمت فيهم هو الموت والمرض الرئيس الأمريكي يعني جو بايدن هو يعني مريض يعني لا يستطيع وأنا أسأل يعني الحقيبة النووية التي تكون تحت إمرة الرئيس كيف يتم التعمل مع حقيقة الأمر وفي القضايا الاستراتيجية أيضا كيف يتصرف أنا أتساءل يعني كثيرا هذا ليس إساءة للرئيس جو بايدن وإنما يعني علامات سؤال بأن الولايات المتحدة أكثر من 350 مليون ومن أعراق مختلفة ومن جنسيات مختلفة وشهدنا يعني رؤساء أمريكان شباب سواء كانوا من كلينتون إلى كندي إلى غيرهم من يعني الرؤساء طبعا وأيضا الرئيس أوباما وغيرهم هناك يعني وجود وهناك أيضا من الحزبيين سواء عند الديمقراطيين أو عند الجمهورية لكن الأمر قد يكون مرتبط في مراكز قوة وأنا أعتقد ذلك يعني حد مثل ترامب هذا ليس رجل دولة بطبيعة الحال من المؤسف أن يكون أو أن كان رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية أنا لست معجبا في أمريكا ولا في سياستها ولكن يعني من المعيب أن يكون رئيس دولة أكبر دولة في العالم هو الرئيس ترامب كما يقال عنه بأنه زر نساء ويتعامل يعني ببساطة وفي كثير من الأحيان بسذاجة وبكلمات سوقية كيف لدولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية هي الإمبراطورية الأقوى عبر التاريخ لغاية اللحظة أن يكون رئيسا على هذا الشكل وعلى هذا النحو قصد أقول بأنه يعني الشعب الأمريكي ليس شعبا يعني عاكرا من أجل أن يكون هؤلاء الأشخاص هم من يمثلوا الرئيس جو بايدن يعني بعمره ووضعه الصحي وبإمكانياته أيضا الذهنية والعقلية لا يصلح وأنا لست طبيبا ولست مواطنا أمريكيا من أجل أن أقيم ذلك ولكن هذه الإمبراطورية يجب أن تكون يعني إمبراطورية سلام والقيم الديمقراطية التي تدعيها يجب أن تنشر في العالم ولا ينشر القتل والدمار وحمام الدم ودعم الأنظمة الفاشية ويعني سرقة ثروات العالم والسيطرة عليها هذه الدول الكبرى يجب أن تكون يعني محبة للسلام ويجب أن تشكل مظلة في العادة من أجل أن يكون هناك سلاما في العالم كيف لا ومثاق الأمم المتحدة أصاغوا الرئيس الأمريكي الأسبق روزفر وخطة في ساني فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية أي مثاق الأمم المتحدة وتجثم المنظمة الدولية في نيويورك هذا يعني يعيدنا إلى المربع الأول بأن وجود هؤلاء الأشخاص الغير مؤهلين ينعكس سلبا على السياسة الخارجية الأمريكية ويؤدي إلى مزيد من الدمار والقتل في العالم شكرا لك دكتور عمر رحال أستاذ العلوم السياسية كنت معي من رام الله تاريخ الولايات المتحدة حقيقة ليست يعني لا يشرف ليس تاريخ سلام وإنما تاريخ حروب وقتل منذ نشأتها سيد محمد أمين ولكن اليوم وبأقل من دقيقة لو سمحت أنا قلت قبل قليل في التغطية بأن لعنة غزة أصابت دولة الاحتلال وواضح التفتت الذي أصابها إلى أي مدى لعنة غزة ستصيب الولايات المتحدة هي أصابتها أنت أمام معجوز رئيس أو مرشح خرف لا يدرك ما يقول وبيننا مرشح فاسد دعني أقول زياد لكل من يعتقد أو يقول بأنه يعني أين العدالة ولماذا يتحصل الناس على الوظائف بالواسطة ولماذا هذا وصل إلى الوظيفة لا تحزن انظر إلى الولايات التحدة الأمريكية لترى أن الشخصان المرشحان لرئاسة أكبر دولة في العالم غير مؤهلين لهذا المنصب وغير مؤهلين لهذه الوظيفة وثمت لوبيات مال وأعمال ولوبي صهيوني كل هذه اللوبيات هي التي تأتي برئيس التحدة الأمريكية لكن هذا الشيء مبشر أيضا بعيدا عن المزاح أنه دائما هناك مؤشرات على بدء أفول نجم الإمبراطوريات أنا أعتقد أن وجود ترامب وبايدن مؤشر بالغ الوضوح على بدء مرحلة أفول نجم الولايات التحدة الأمريكية ونهاية هذه الدولة والتي تأتي في سياق نهاية حالة الإعدام العدالة وحالة الحرب والمظلومية واستغلال الدول الفقيرة وحروب الإبادة والقتل والتجويع وهذا لعله بداية تشكل عالم جديد شكرا للمشاهدة